التدليس والكتب أصبح عملة موجودة في كتير من أمور كتيرة جداً بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت فأنا الحقيقة عايز أتكلم مع حضراتكو في موضوع وحابب أن أنا ألفت انتباه جمهورنا جمهور النادي الأهل العظيم وهو أو هذا الموضوع هو مثيري لفتنة في الوسط الرياضي يعني دايماً بتلاقي بعض الأشخاص أو شخص معين معروف لكل الناس دائماً عندما يتحدث يتحدث بكل ما هو ضد النادي الأهلي بإشاعات وشائعات وأكاذيب دائماً من أجل إثارة الفتنة ضد النادي الأهلي آخر حاجة تقالت مثلاً في هذا الأمر وتقالت من كذا حد الحقيقة أصلاحة مباراة السوبر للموسم القادم اتغيرت لأنه أصبحت بيلعب بطل الدوري مع تاني الكاس في حال فوز فريق واحد بالبطلتين بدل ما يلعب مع بطل الدوري مع تاني الدوري وتقال أيضاً إن الموضوع ده تعمل عشان خطر النادي الأهلي طلع تالت في الدوري وبكده يكون عنده فرصة في الكاس تأليف وإخراج هؤلاء الأشخاص وبعدين يرجع يقول لك يصلوا قناة وبعدين لما بنردش أو لما بنسكت بتلاقي ناس يقول لك إيه يا جماعة أنتو ضعف مفيش ضعف ولا حاجة يا جماعة بس في كلام بيتقال الحمد لله والشكر لله أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو الأستاذ عامر حسين قالها صراحة هو رد مش محتاج أن أنا أطلع رد في مثل هذه الأمور لأن الحاجة عامر قال لك إيه قال لك مفيش تغيير يا جماعة لأنه الموضوع كان في السوبر قبل الأخير نادي الأهلي لاعب طلع الجيش لأنه تاني الكاس وكان الأهلي فاز بالدوري والكاس فالموضوع واضح وصريح ومش إسلام اللي بيقول أو بيرد على هذا الأمر لا يا فندم ده اللي بيرد على هذا الأمر عضو مجلس إدارة في الاتحاد المصري لكرة القدم واللي بيخدم التمنتاشر نادي مش بيخدم النادي الأهلي وقبل هذا الأمر الحقيقة برضو تصدر كده جواب لما تفتكروا حتى إحنا طلعنا تكلمنا عنه هنا خطاب مزور الحقيقة أقولك أن النادي الأهلي اعترض على لعب نادي الزمالك قبل مباراة السوبر بالزي الأزرق في مباراة السوبر لو تفتكروا يعني وأنا حتى قلت لحضراتكم يعني الجواب اللي كان موجود ده ممضي من مين القائم بأعمال المدير التنفيذي دكتور سعد شلبي هو دكتور سعد شلبي إحنا ما عندناش قائم بأعمال المدير التنفيذي لو تفتكروا الأمر ده وأنا ردت عليكم وفي الوقت ده تحديدا الناس دي أجزمت وقالت إن يا جماعة الجواب ده هو وجواب ده صحيح وطلعوا بيه على سوشال ميديا وطلعوا فيه في برامجهم في الآخر ما هو يعني أولا طبعا هو جواب غير صحيح لكن نادي زمالك لعب بالزرق وفي الآخر إيه اللي حصل أزرق أبيض أي لون تاني غير الأحمر مش هيفرق معاي والأهلي كسب الموضوع بسيط جدا أنا ما عنديش أي مشكلة مع حد ولكن يا جماعة من فضل حضراتكم إحنا داخلين على وضع صعب جدا وأمور صعبة جدا خلال الفترة اللي جاية نفسنا إن حالة التعصب اللي موجودة دي تهدى شوية لو تفتكروا برضو قبل مباراة الأهلي والترجي في 2018 كان هناك إثارة للفتنة لجمهور الترجي وتم نشر خطاب بيقول إنه شيك من الأهلي يعني للحكم الأدار لقاء الزهاب وطبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحة ما يصحش يا جماعة الكلام ده لازم يكون هناك رؤية أفضل من كده يجب أن يكون هناك وإنت بتيجي تتكلم مع الناس لازم تتكلم بمنتهى الصدق عايزين نبعد عن إثارة الفتن أنا بحذر كل جمهور النادي الأهلي من هؤلاء الأشخاص مثل هؤلاء الأشخاص مش من المفترض إن إحنا نبص لهم ولا نتفرج عليهم لأنه بالفعل حتى أنا بقول للجمهور اللي بيتابع هؤلاء الأشخاص يا جماعة من فضل حضراتكم خلي بالكم من الكلام اللي بيتقال إحنا ورينا لحضراتكم خمس ست مرات إن فيه ناس بتطلع بتقول كلام كدب وتدليس لمجرد إن هو ياخد لايكات أو معرفش معرفش الحقيقة هو بيفكر أو الناس دي بيتفكر إزاي في هذا الأمر ورينا لحضراتكم إن الكلام اللي بيتقال ده كدب في كدب في كدب بعدين يعني فيه أمور كتيرة جدا الواحد يتكلم ممكن نتكلم فيها مع حضراتكم لكن في النهاية لما بنجي نتكلم دايما بنتكلم أو بنحاول على قد ما نقدر إن احنا دايما نتكلم بالصدق أو مش بنحاول ده هذه الحقيقة فخلي بقى لحضراتكم من اللي بيحصل لإنه أنا اللي يهمني إن النادي الأهلي يفضل ماشي بهذا الشكل أنا اللي يهمني إن بعد عودة الدوري إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية إن النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في كل المباريات أتمنى طبعاً أن يفوز النادي الأهلي في كل المباريات القادمة لأنه أنا بالنسبة لي فوز النادي الأهلي هو فرحة ل 72 مليون أهلاوي بناء على آخر إحصائية أو يمكن 74 مثلاً فأنا بالنسبة لي يهمني إن أنا 74 75 مليون أهلاوي يكونوا فرحانين ومبسوطين بعيداً عن التعصب وبعيداً عن كل هدي الأمور اللي بيحاول البعض أن يقحم جمهور النادي الأهلي فيه وتيجي عند ناس معينة لا أرى لا أسمع لا أتكلم وتيجي عند برامج معينة لا أسمع لا أتكلم أنا قلت لحضراتكم مبارح عملنا تقرير عن تاريخ قناة النادي الأهلي 6-8 2008 الحمد لله والشكر لله من هذا التاريخ وحتى الآن كل الأمور زي الفل ما عنديش مشكلة إن امراتي أو والدتي أو أختي أو أخويا أو ولادي الصغيرين يعودوا يتفرجوا على قناة الأهلي من 2008 أنا مش بكلم دلوقتي كمان من 2008 لغاية دلوقتي ففيه ناس بتشوف حاجات وتبص الناحة التانية تقول لك يا عمي تقوم جاء بس الناحة التانية لكن إن إنت هتتكلم بواقعية وبمنطقية وتقول إن فيه حصل كذا وكذا وكذا وما يصحش فيه ناس بتتكلم وفيه ناس الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم تقوم جاء بس الناحة التانية كده وتتكلم تقول لك أسلو الأهلي عنده مشاكل في تجديد العقود وبعدين يرجع يوجه اللوم لقناة الأهلي أو الله مش هو ده اللي بحضراتكم بتسمعوه دايما خلال الفترة الأخيرة أتمنى إن حضراتكم أنا متأكد إن الجمهور الناحة الأهلي واخد باله من هذه الأمور ولكن أتمنى من كل الجمهور المصري إن هو ياخد باله حب اللي إنت عايز تحبه ولكن بدون كدب وتدليس بدون كدب وتدليس ثلاثة أربع خمس مواضيع اتكلمت فيها مع حضراتكم ووريتكم قد إيه الناس دي بتجدب أتمنى أتمنى أن احنا ناخد بالنا من مثل هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر